أفريغ، أنت خدت جائزة الفيلم الأكثر إبداعاً في مهرجان فيرونا يعني أكثر إبداعاً؟ ولم تخدت على الفيلم نفسه، أخدت على الإبداع الفكرة، صح؟ على الفكرة التي بدأتها تكلمني أكثر عن الفكرة وعن ليه أكثر إبداعاً؟ الجائزة هي جائزة الفيلم الأكثر إبتكاراً وعندما ينعرضون للفيلم وإن شاء الله تشاهدونه وأظن حتى تستطيعون من الإعلان ومن الأشياء التي سمعتوها الفيلم جداً أوريجيني أننا لم أستخدمنا حوارات، أننا استخدمنا لغة بصرية، لغة شعرية الذي دعني أفوز هذا الأوروذ أني تمسكت بهوية بهويتنا العربية، تمسكت بهويتنا وأنا بسرت قصتي لم أذهب أدور في أماكن ثانية لأجي لي شيء أتشبث فيه أنا لا أعرف من ونة صغيرة، لا، أتشبث بالأشياء التي أتعلمتها الشعر الذي أتعلمته، الفن الذي أتعلمته من العالم حوالي وهذا الذي دعني أفوز هذه الجائزة لأنه لم يتعودون أن يرون فيلم من العالم العربي أو السعودية بشكل خاص يطلع من مرأة بهذا الشكل البصري والرمزية وهذا السبب، وطبعاً كما قلت من البداية، السينما لغة بصرية ورمزية هذا الذي استخدمته في فيلم هل يتعرض في السينما في فيلمك؟ إن شاء الله بإذن الله، سيكون من أعظم اللحظات في حياتي أني أعرض في السعودية أنا أعرض حورية وعين في الدمام وأحلى أقول لك، هو دائماً في الأفلام كل بلدة يتعرض بطريقة غير يعني مثلاً في الإمارات، في البحرين، في فرنسا، في فرنسا، فدائماً يسألك ما أحلى عروضك؟ من أحلى عروضي كانت في فرنسا في مرسيليا في جالي عربية كبيرة، بعدها بشهر أظن أعرض في الدمام عرض غظيم كان، السينما مليانة، كان فيلم 14 دقيقة، لم أرى جمهوري في العالم أنا غرض حول الغالم، الجمهور السعودي الوحيد الذي قاعد على عصابه يشهق مع الفيلم عندما يصبح الفيلم يشهقه، جاني ولد سعودي بشماغ، وهذا كان من أحلى اللحظات، قدك الصغر وعشر سنين جاني أستاذ شاهد، أنا فهمت الفيلم، إنه ولد سعودي صغير يفهم ما يعني؟ الرمزية التي حضرت، هذا كان شيء جيد جميل بس بقول لك شيء شاهد، أنت شكلك ميالة للبحر، لأن أفلامك متأثرة وزيادة على أنك تعرضت أفلامك جدة و الدماء، يعني مزاعلتنا أهل الرياض لأننا لا لدينا بحر الرياض جدا أبقى أعرض فيها، لكن لم أحصل على الفيلم، أممكن عرضنا في كم سفارة في الرياض، لكن لم أكن متواجدة للأسف لكن في الرياض دحان هناك صناعة سينما جدا جميلة، والسينمائيين السعوديين يحققوا إنجازات جديدة في السينما كما قلت، الانوفيتف، هذه السينما السعودية ستحقق أشياء جديدة، لأنها سينما جديدة من نوعها الناس يستنون، الناس يستنون، ما سيقولون السعودين، ما سيقولون عن مجتمعاتهم، ما سيقولون عن تجربتهم في هذه الحياة نحتاج نسمع رأيهم في هذا الموضوع اشتركوا في القناة